ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودلوقتي بقى بنستكمل أخبارنا العالمية وانتقال بعد طبعا يعني أخبارنا المحلية وأخبار النادي الأهلي ودلوقتي يمكن هنتكلم أكتر عن بيمير ليج ومبارح في افتتاحات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي كان فيه زي ما بنقول كده ضرب نار يعني مش هكلمكم بقى عن نتائج المطشاط كلها ولا ترتيب الجدول لأن لسه يمكن بدري شوية على منقشة هذه الأمور بس اللي بدقوها بدري قوي بقى في المنافسة هنا هالن طبعا مهاجم منشاستر سيتي وسون مهاجم تاتنام وإفن فيرجسون لاعب برايتن كل واحد الحقيقة مبارح في مباراة يعني أو في مباراة تفريق وجاب هاتريك يعني هاتريك يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم هاتريك كل واحد فيهم هاتريك في المباراة بتاعته يمكن يعني احنا لسه بنبدأ لسه بنقولي هاد يعني بنراحة يا شباب علينا شوية لسه بنقول بسم الله وانتو شغالين تسجيل أهداف كل حد فيكو هاتريك يمكن صراع بقى لقب الهداف بينهم بدأ من بدري جدا يمكن هالن تلات أهداف وصون تلات أهداف وإيفان أربعة وطبعا لو مش بالمعدل ده هنشوف أرقام غريبة جدا في آخر المسابقة خاصة أن احنا عندنا هنا كمان بنتكلم يا كريم عن هالن وإيفان الحقيقة هما الاتنين صغيرين جدا في السن يعني هالن يمكن موليد ألفين طبعا يمكن أفن 23 سنة على الجانب الآخر أفن طبعا يمكن موليد ألفين واربعة يمكن لسه ما تمش حتى 19 سنة فحسن هيكون فيه منافسة قوية جدا ما بين العنصرين دول تحديدا خلال الفترة اللي جاي ما شاء الله طيب تعالوا بقى نروح ليه محمد صلاح حديث العالم كله بقى بالمعنى الخرفي اللي كلمة مش أفورة في الكلام حديث العالم بالمعنى الخرفي احنا بقلنا فترة الأيام اللي فاتت وممكن الأسابيع اللي فاتت تيه كلامه رايح جاي محمد صلاح في الدور السعودي محمد صلاح مش في الدور السعودي محمد صلاح راح السعودية بالفعل محمد صلاح لا ما راحش ولا حاجة محمد صلاح جيز السعودية لا محمد صلاح ما جاش يعني مش فاهمين حاجة بس قبل ما نتكلم لحضراتكم عن التقارير السعودية تحديدا لازم نفكر الناس كلها ان باب القيد اتقفل في أوروبا يعني صلاح لو مشي من ليفربول مش هيبقاله بديل على الصعيد الآخر أو على الجانب الآخر في المملكة العربية السعودية باب القيد لسه مفتوح لغاية يوم 7 سبتمبر عشان كده اتحاد جده يعني شغال عمال يضغط عشان يحاول جاهدا ان هو يحسم صفقة محمد صلاح برغم رفض يورجن كلاب مرة واثنين وثلاثة وطبعا كشفت بعض التقارير الصحفية ان عرض اتحاد جده وصل لمتين مليون جنيه استرليني كراتب فقط لمحمد صلاح غير المقابل المادي لليفر بول فيا ترى يا هل ترى هل مع الاغراءات المالية والامتزازات دي كلها ممكن يحصل تغير في رأي النادي او ان يحصل اعلان عن رغبة محمد صلاح الصريحة في الانتقال كل دي اسئلة هتجاوب عليها الايام اللي جاية ان شاء الله